كل ذلك يجري ضمن حالة تكوينية جديدة إنه الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي إنني أتحدث عن نقلة تكوينية لا يتدخل الإنسان فيها إنما هي تطبيقات عملية وتفعيل واقعي لولاية قائم آل محمد التكوينية بولايته التكوينية فإن الإمامة سيرفع من مستوى عقول الناس وأخلاقهم وكذلك يرفع قدراتهم العلمية بنحو تكويني لا أقول بنحو إعجازي فإن أمر المعجزات بالنسبة لإمامنا لا قيمة له لا قيمة له الإمام لا يحتاج للمعجزات إذا أردت أن أستعمل هذه الكلمة أتحدث عن كلمة المعجزات فلأنني أحتاجها في إيصالي فكرة إلى المتلقي وإلا فإن الحديث عن المعجزات لا يناسب مقام الإمام المعصوم لأن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أعلى شأن من ذلك الولاية التكوينية بالنسبة للمعصوم كولاية التكوينية على يدي فأنا أحرك يدي كما أشاء المعصوم يتصرف في التكوين كما يشاء فليس هناك من معجزة الناس تراها معجزة بالنسبة للمعصوم لا توجد معجزة هذا ما يراه الناس الناس يرون أن هذا من المعجزات بالنسبة للمعصوم ما هو بمعجزة هذا شأنه الطبيعي شأنه الطبيعي مثلما شأنه الطبيعي أنني أحرك يدي كيفما أريد أريد أن أجعل الكتابة بهذه الهيئة بواسطة يدي أو أنني أريد أن أجعل الكتابة بهذه الهيئة المفتوحة كما أشاء كما أريد فلا وجود للدعاء أو للعبادة أو للحالة الروحانية هنا إنها ولاية التكوينية على يدي وسلطة على هذه الأشياء من حول التي أتصرف فيها أنا أتصرف بولاية التكوينية بحدود لأنها محدودة وسبب عدم امتلاك للحكمة الحقيقية المعصوم يمتلك ولاية تكوينية تتصرف في كل شيء وذل كل شيء لكم كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة لأنه يمتلك الحكمة الإلهية الكاملة الكلية فحكمته حكمة الله من هنا فإن ولايته ولاية الله الله كريم جواد لو كنت لو كنت أمتلك الحكمة الإلهية الكاملة الكلية فإن الله يعطيني يعطيني الولاية التكوينية التي هي ولايته لكنني لا أمتلك ذلك قائم آل محمد يمتلك الحكمة الإلهية الكلية الكاملة حكمته حكمة الله ومن هنا فإن ولايته ولاية الله ومن والاكم فقد والى الله ومن والاكم فقد والى الله لماذا لأن ولايتهم ولاية الله القضية واضحة واضحة وصريحة جدا لا تسمعوا لأولئك الحمير لأولئك البهائم لا تسمعوا للبهائم البتريين من أصحاب العمائم العباسية القذرة الكبيرة لا تسمعوا إليهم حقائق دين العترة واضحة واضحة جلية في كل زياراتهم وأدعيتهم عودوا إلى زياراتهم وأدعيتهم التي هي نصوص مهيئة لعوام الشيعة وخواص الشيعة نصوص الزيارات ونصوص الأدعية ما هي بوقف على مجموعة من الناس هي مبذولة للجميع كل النصوص التي وردت عنهم في أدعيتهم أو في زياراتهم تتحدث عن هذه الحقيقة التي أشرت إليها قبل قليل على أي حال البحث ليس مرتبطا بالولاية التكوينية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إنما أشرت إليها إشارة مقتضبة سريعة لأنني أتحدث عن شأن من شؤونها مثل ما قلت قبل قليل فإن كل المجريات التي أشرت إليها في حلقة يوم أمس أو فيما تقدم من هذه الحلقة كل المجريات تجري ضمن حالة من الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة الرابعة والسبعين بعد الأربعمائة إنه الحديث الحادي والثلاثون بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم الكلام ليس خاصا بمجموعة من المجموعات مثل ما هي الأدعية والزيارات للجميع لكن الأنذال الأوباش في النجف وكربلاء من أصحاب العمائم الإبليسية العباسية القذرة هم الذين ضعفوا الأحاديث والأدعية والزيارات ووقفوا حائلا فيما بين الشيعة وثقافة العترة الطاهرة فهم ضلوا وأضل الشيعة معهم وبدلا عن الأحاديث الصحيحة التي هي أحاديث العترة وبدلا عن الأدعية والزيارات جاءونا بأكاذيب النواصبي وأضافوا إليها أكاذيبهم القذرة النجسة من آرائهم الخرقاء واستحساناتهم العاطلة الباطلة وهكذا كونوا الدين البتري الذي يقدمونه لشيعة من أنه مذهب أهل البيت كذابون فإن أهل البيت لا مذهب عندهم الدين دين واحد هو دينهم دين أهل البيت هو دين الله وهو دين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله ولا يوجد مذهب هذا الهراء والخراء جاءنا من العباسيين من العباسيين والذي أسس هذا المذهب الباطلة أتحدث عن مذهب مراجع النجف وكربلاء هو الطوسي اللعين أسسه بالاتفاق مع العباسيين سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة ونفذه عمليا في حوزته المشؤومة اللعينة في النجف هذه هي الحقيقة من الآخر إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم عليكم أن تعرفوا من أن دولة المهدي دولة العدل فإن الإمامة لا يمنح الناس جميعا مستوى عقليا واحدا هذا ليس ممكنا هذا خلاف للعدل ولا يمنح الناس مستوى أخلاقيا واحدا هذا خلاف العدل قانون الغيبة المستل من حقائق القرآن يوم لا ينفع نفسا هذا القانون مستل من حقائق القرآن يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الذي أتعب نفسه وأدرك ما أدرك من العقل بدرجة ثمانين بالمئة لا يمكن أن يمنح من العقل في رقي عقله كهذا الذي لا عقل له أو كهذا الذي لا يملك من العقل إلا بدرجة واحد بالمئة أو بدرجة عشرين بالمئة فهذا الرقي سيكون نسبيا لأننا في دولة العدل فمثلما يقتحم العدل المهدوي البيوت فإن العدل المهدوي سيقتحم العقول فإن العدل المهدوي سيقتحم القلوب والوجدان التكميل الأخلاقي يكون قلبيا وجدانيا والتكميل العقلي عبر الإدراك العقلي للإنسان إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده وضع يده هذه إشارة فالإمام لن يضع يده على رأس كل إنسان إنها ولايته التكوينية يشير بيده إشارة وينتهي كل شيء وهو ليس محتاجا للإشارة بيده لكن الناس تحتاج أن ترى هذه الإشارة فهو حينما يشير بيده فإن العقول ستترقى وإلا فإن الإمام لا يحتاج أن يشير بيده إذا أراد لشيء أن يكون فإنه يكون حتى من دون كلمة كن إذا أراد شيئا فإن الشيء سيتحقق هم إرادة الله هم شيئة الله إذا شئنا شاء الله وإذا شاء الله شئنا هذا منطقه هذا هو دينه هذه عقيدته هذه حقائق دين العترة الطاهرة هذا ما هو كلامي إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقوله سترتقي العقول ولكن كل بحسبه كل بحسبه وأكمل بها أخلاقهم كل بحسبه كل بحسبه من عنده من الأسس الأخلاقية من المقدمات الأخلاقية بدرجة عالية لا يمكن أن تكمل أخلاقه مثل ما يكون حال من لا يمتلك شيئاً من تلك الأسس والجذور الأخلاقية مثل ما العدل يكون مناسباً لكل شخص بحسبه أن يُعطى أكثر مما يستحق فهذا ظلم أن يُعطى دون ما يستحق فهذا ظلم أن يُعطى دون ما يستحق هذا ظلم له أن يُعطى أكثر مما يستحق هذا ظلم له ولغيره الأمر هو هو في الرقي العقلي وفي الرقي الأخلاقي وفي الرقي العلمي تذكروا دائماً من أن ما عليه الإنسان زمان الغيب يا أيها الشيعة إنني أتحدث مع الشيعة لا أتحدث مع جميع الناس وإن كان هذا الكلام يرتبط بجميع الناس لكنني أتحدث مع الشيعة يا أيها الشيعة من استطاع أن يُحصل في زمان الغيبة ما يستطيع أن يُحصل عليه من رقي لعقله من رقي لعلمه من رقي لأخلاقه وآدابه فإنه سيتنعم تنعماً عظيماً عند ظهور إمام زماننا لأنه سيرتقي ويرتقي ويرتقي أكثر من أولئك الذين لا يُتعبون أنفسهم أُتعبوا أُنفُسَكُمْ أَنفُسِكُمْ أَنفُسِكُمْ وَعِنْدَ الصُّبْحُ وَعِنْدَ الصُّبْحُ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَة السُّرَة السير في الليل الناس تريد أن تنام ولكن السير في الليل كما جاء في أحاديثنا تُطوى فيه المنازل يستطيع الإنسان أن يقطع أكثر مما يقطع من الطريق في النهار أصحاب الهمة يسيرون ليلا سيتعبون ولكن الشمس حين تشرق ويجلسون للاستراحة سيحمدون السرى سيحمدون سيرهم في الليل لأنهم قد قطعوا مسافة طويلة في الليل من دون تعب وعناء كالتعب والعناء الذي يكون في النهار وعند الصبح يحمد القوم السرى وعند الظهور يحمد المنتظرون ماذا فعلوا وكيف رابطوا مع إمام زمانهم زمان الغيبة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم هذا قرآن محمد وآل محمد وهذا وحق الزهراء تفسيرهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم وصابروا وصابروا أعداءكم خصوصا الذين يكونون من أبناء جلدتكم ويحاربونكم في دينكم يحاربونكم على عقيدتكم لأنهم قريبون منكم ويستطيعون إيذاءكم بشتى أنواع الإيذاء يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم وعند الصبح يحمد القوم والسرى عند صبح الظهور وعند فجر القائم صلوات الله وسلامه عليه يحمد القوم ما كان منهم في زمان الغيبة وماذا تحملوا وكيف صبروا وكيف صابروا إمامنا الكاظم يقول لهشام بن الحكم يا هشام ما الدنيا إلا صبر ساعة صبر ساعة إنه صبر وينتهي ما مر من السنون في حياتنا انتهى انتهى العلم وانتهى الفرح فلا العلم بدائم ولا الفرح بدائم ولا الحاضر الذي نحن فيه بدائم والمستقبل الآتي لا ندري هل ندركه أم أننا لا ندركه ما مضى قد مضى مضى بآلامه ولذا إذه وما يأتي فلا علم لنا سيأتي أو أنه لا يأتي بالنسبة لأعمارنا وحياتنا وما بأيدينا سينطوي عاجلا وقريباً وقريباً سينطوي إنها لحظات تتسارع ما بين الصباح إلى المساء وتنتهي الأيام إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم وماذا نقرأ أيضاً هذا هو الجزء الثاني من الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة خمسمية وثلاثة وسبعين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة 840 إنه الحديث السابع والخمسون بسنده عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه المعنى المضمون هو هو إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم في الصفحة التي بعدها إنه الحديث التاسع والخمسون بسنده بسند الراوندي عن أبان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه أبان ابن تغلب من كبار أصحاب إمامنا الصادق الصادق صلوات الله عليه وهي يقول العلم العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءا والحديث هنا ليس عن العلم الديني فقط الحديث عن العلم الديني وعن العلم الدنيوي أسس العلوم الدنيوية جاءت من قبل الأنبياء أضرب لكم مثالا القراءة والكتابة جاءت من قبل الأنبياء الزراعة جاءت من قبل الأنبياء وهكذا الأسس العلمية الأولى لحركة الحياة في هذه الدنيا جاءت من قبل الأنبياء صحيح أن الأنبياء ما كان شغلهم الشاغل أن يعلموا الناس العلوم الدنيوية لكنهم يعلمون الناس من العلوم الدنيوية ما هو الضروري كزراعة مثلا كيف استطاع الإنسان أن يتوصل إلى طريقة الزراعة كيف استطاع أن يحصل على الحبوب كيف استطاع أن يضع الحبوب في التراب كيف استطاع أن يسقي هذه الحبوب ما هي قواعد السقي ما هي قواعد الرعاية للمزروعات إلى غير ذلك الزراعة أمر ضروري للحياة الصيد أمر ضروري للحياة الماء والتعامل مع الماء أمر ضروري للحياة منافع الماء وكيف يمكن أن نحصل على الماء وكيف 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 الملابس وصناعة القماش والخياطة إلى غير ذلك إذا ما رجعنا إلى الروايات والأحاديث فإن كل ذلك كان بتعليم من الأنبياء وما سيكون من علم دنيوي في قادم الأيام سيكون جزءا من هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق مر علينا كيف أن إمامنا في المحاكمة العلمية التي هي جزء من المحاكمة المهدوية العالمية يدعو إليه جميع العلماء من علماء الدين والدنيا كي يفصل فيما بينهم في آرائهم في نظرياتهم في أقوالهم فيما توصل إليه كي يكمل نقصهم ويصحح أخطاءهم ومثل ما بينت لكم فإن المعطيات التي ذكرتها لكم في المسار الأول ما هي بمنفصلة عن المعطيات التي أذكرها لكم في المسار الثاني هذا التقسيم إلى مسارين تقسيم اعتباري لأجل تسهيل وصول المعلومات إلى المتلقي وإلا فإن المعطيات هذه متداخلة ما ذكرته وما سأذكره من معطيات المسار الثاني هي تتداخل مع معطيات المسار الأول زمانا ومكانا وأشخاصا وحقائق على جميع المستويات على أي حال أعود إلى الحديث العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءان فهناك خمسة وعشرون جزءا إلى الآن لم تصل إلى البشر الإمام سيظهرها للبشر العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزءين فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزءين بعد أن ينقي الجزءين من العيوب والأخطاء والاشتباهات التي لحقت بهما بفعل الناس بفعل إبليس بفعل شياطين الإنس والجن مثل ما يأتينا بكتاب جديد وفي الوقت نفسه يعلمنا القرآن كما أنزل الأمر هو هو فإنه يظهر لنا الخمسة والعشرين جزءا وفي الوقت نفسه يعود إلى الجزءين كي يكملهما كي يصححهما فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزءين حتى يبثها سبعة وعشرين جزءا كاملا صحيحا دقيقا وبعينين ليس بعين واحدة كعين الأعور الدجال هذه الحضارة المهدوية هذه الحضارة ذات العينين بل هذه الحضارة ذات العيون الأربع إنما شيعتنا أصحاب العيون الأربع صادق العترة يقول المؤمن عنده عينان في رأسه يبصر بهما أمور الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمور دينه إذا أحب الله عبدا فتح له عيني قلبه إنها البصيرة البصيرة ويا ليتنا نمتلك هذه البصيرة العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءا فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها سبعة وعشرين جزءا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر